سلام من الله عليكم أحبتي متابعي الشوط الثالث في كل مكان وحييكم أحلى تحية الموعد يتجدد عبر الشرقية على الهواء مباشرة نأخذكم إلى أهم المتابعات والأحداث الرياضية ونبدأ حلقة هذا اليوم من خسارة المنتخب الوطني العراقي بكرة الصالات أمام نظيره التايلندي في افتتاح بطولة نهائيات آسيا بكرة الصالات إذ خسر المنتخب العراقي لكرة الصالات مباراته الأولى أمام نظيره التايلندي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المبارات التي ضيفتها قاعة مجمع سعد العبدالله المغلقة في العاصمة الكويتية الكويت في إطارة جولة الأولى من نهائيات بطولة كأس آسيا بكرة الصالات ونجح العراق في التقدم بهدف طارق زياد قبل أن يضاعف النتيجة زميله مصطفى إحسان بعد أن الفريق التايلندي عاد للمباراة ونجح في تقليص الفارق بهدف لينتهي الشرط الأول بهدفين مقابل هدف واحد لصالح العراق وفي الشرط الثاني عاود المنتخب العراق سيطرته من جديد على مجرية المواجهة غير أن أخطاء بسيطة تكفلت بمنح الأفضلية للمنافس التايلندي حيث تمكن من تسجيل هدفين متتاليين كانا كفيلين بلهاية المباراة لصالحه ويستعد الفريق العراقي لملاقات نظره العماني في الساعة الخامسة من مساء الخميس ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى لكأس آسيا بكرة الصلاة في الكويت طبعا للأسف فرط الفريق العراقي بالفوز كان مستحق وكان فيه متناول اليد لكن أخطاء دفاعية بسيطة فقدنا من خلالها نقاط المباراة طبعا بالمقياس العام الفريق التايلندي لحد قبل عام كان يتغلب علينا 4-1 و4-0 في تصفيات كيس العالم وفي مباراة أخرى لكن الفريق العراقي أثبت علو كعبة وتطور مستوى لكن نتمنى أن تكون هذه الخسارة درس نستفيد من عنده خلال المباريات المقبلة وأن نعود مرة أخرى للتأهل من جديد سادتي الأحبة أمين عام اتحاد كيس الخليج العربي لكرة القدم جاسم الرميحي بعد زيارته للبصرة والاطلاع على التطور الكبير الذي شمل البنى التحتية لنادي الميناء وملعبه والمدينة الرياضية وأيضا الفنادق تحدث لوسائل الإعلام العراقي بأن البصرة جاهزة لاحتضان خليجي 25 وأن هناك شركات متخصصة ستكون راعية لمباريات البطولة بالإضافة إلى حفل الافتتاح بالتعاون مع محافظة البصرة ومع اتحاد الكرة العراقي تعالوا لنتابع ما تحدث به جاسم الرميحي لوسائل الإعلام العراقي استندر معين ومعايير معينة وضعت من قبل الاتحاد القليجي وننتقل لهذا المستوى بإذن الله تعالى إن شاء الله وأعتقد الفنادق مثل ما قلت لك في بداية حديثي أنه قاعد يتطور من نفسه من حيث التعديلات الداخلية للمرافق الموجودة في الفنادق أعتقد توجد فنادق على مستوى إن شاء الله أعتقد الإخوان في مدينة البصرة على رأس محافظة البصرة وكذلك رئيس الاتحاد العراقي الأخ عدنان درجال في تنسيق بيننا مباشرة في تدليل جميع الصعبات التي تواجهنا وهذا هو الهدف الأساسي أن نحن نحصل أخوان متعاونين بإنجاز الأعمال بأسرع وقت ممكن المعظلة التي كانت الحقيقية هي ملعب الميناء وملعب الميناء ماشي الآن على خطة هندسية التنسيق بين الأخوان المهندسين في الاتحاد الخليجي وكذلك الأخوان في وزارة الشباب بحيث أن يتم إنجاز العمل كان فيه بطء لكن الآن وطيرة العمل زادت لأنه حسل كل حس بمسؤولية هذا الموضوع وأهميته بالنسبة لإقامة البطولة في البصرة طبعا نشكر دعم اتحاد كيس الخليج العربي ودعم جميع الأشقاء في دول الخليج لملف البصرة وخليج البصرة 25 حق طبيعي ومنطقي أن يكون العراق طرفا في احتضان هذه البطولة البطولة التي تجمع الأشقاء والأحبة وإن شاء الله بردن وسلام على بلدنا ومحافظاتنا وأن تصل منافسات البطولة إلى بر الأمان بإذن الله سادتي الأحبة ما تزال الجماهير العراقية تتحدث عبر منصات الشوط الثالث والشرقية لأحداث ما بعد بطولة الأردن الرباعية اللي حصل من خلالها الفريق العراقي على المركز الثالث زيد السراج التقى بعدد من الجماهير العراقية في قلب محافظة بغداد واللي طالبوا عبر الشوط الثالث من الشرقية أن يسرع اتحاد الكرة بتسمية مدرب لغرض خلق عملية الانسجام نتابع ما تحدث به الجمهور الرياضي بالنسبة للمنتخب العراقي الحمد لله والشكر أنه بدأ يتعافل ومباراة العمان شوية كانت مرتبكة بعض اللاعبين لأنه هاي أول تشكيلة تجمحهم خاصة أنهم معظمهم مقتربين وهي أول مباراة تجمحهم فالمباراة الثانية أكشت ثير أمور يعني بالنسبة لحلاسة مرمى أشوفه أنه جلال رجع للسختة وعافيته أنه يكون أسد للمنتخب العراقي نستوي كل جيد من المنتخب إن شاء الله القادم أضوال بس نطالب من المنتخب أنه يخلونا مدرب ثابت وموقت وإن شاء الله خير واللاعبين المقتربين إن شاء الله أكثر يصيرون بالمنتخب لأنهم تعرف محترفين وأداهم وإيلان ديئت كل جيد ومثل يعني عندنا إحنا عدنا لعبين العراقيين هنا موجودين بس مو مثل أداة لعبين المقتربين مقترب يجي فعرف شنو بضعية المنتخب يعرف فأخوش يلعبون إن شاء الله خير إن شاء الله يا رب فوز أكثر وأكثر إن شاء الله يحققون كل اللي يريده إن شاء الله والله الأداة متوسط وضرورة شسم المدرب أجنبي لأن المدرب العربي ما ينفع يعني ما بيأي فايدة جربناه بهواي إن شاء الله المدرب الأجنبي بيأهل أداة لحسن شكرا لكل المتحدثين الأعزاء وبالتأكيد نضم صوتنا إلى صوتكم ضروري اتحاد الكرة الآن يوسرع بتسمية مدرب لخلق حالة الانسجام الاستقرار لأنه كل المنتخبات الآن في كل المعمورة الآن تعرف خطتها ومنهجيتها وستراتيجيتها إلا إحنا ما نعرف الآن الدوري على الأبواب اللاعبين ما نعرف الآن خلص هاي البطولة خلصت رح يرجعون لأديتهم وبالتالي هاي كلها أمور تربك عملية إعداد المنتخب للفترة المقبلة لا سيما إننا بإذن الله إذا احتضننا خليجي 25 وسنرعب بهذا المنتخب بالتأكيد لن نحصل على أي شيء قياسا للتطور الكبير اللي حصل مع منتخبات دول الخليج العربي اللي سعت الكل يعرف الآن السعودية والإمارات وقطر والبحرين وعمان وين وصلوا وإحنا وين وصلنا لذلك نتمنى الموفقية والنجاح سادتي الأحبة في إطار إعداد الأندية العراقية لمنافسات الدوري الممتاز فريق القوة الجوية خاض مباراة ودية استعدادية لمباريات الدوري الممتاز مع فريق الحدود على ملعب القوة الجوية في بغداد إذ خسر فريق القوة الجوية في لقاء ودي أمام الحدود العائد مجددا لصفوف الدوري الممتاز بهدف دون رد ضمن استعدادات الفريقين لمسابقات الدوري العراقي الممتاز وجرت المباراة الودية عند الساعة الثالثة عصرا على ملعب نادي القوة الجوية الرياضي في بغداد يوم الثلاثة وتعد المباراة التحضيرية لكل الفريقين الذين يستعدان لمنافسات الدورية العراقية الممتاز 20-22-20-23 المقرر انطلاق مطلع الشهر المقبل هذه اللقطات اللي وصلتنا طبعا لمباراة القوة الجوية وفريق الحدود اتمنى الموفقية والنجاح للحدود وايضا لفريق القوة الجوية تحت قيادة المدرب الشاب قحطان شثير اللي اخاذ هذه المباراة بغياب اكثر من خمسة لاعبي للمنتخب الوطني وزج عدد من اللاعبين الشباب للوقوف على مستواهم الحقيقي نتمنى ان تنتهي مشاكل فريق القوة الجوية الادارية المالية وان يحصل على جولة التراخيص لانه هذه المشكلة وبعد اصدار القرار هناك ثلاثة واربعة اندية لم تحصل على هذه الرخصة الاسيوية لتمنعهم من اللعب وننتظر اخر المستجدات نبقى في اجواء القوة الجوية اذ عقدت ادارة القوة الجوية المؤقتة اجتماعها الاول في بغداد لاتخاذ عدد من القرارات الهامة اذ عقدت الهيئة الادارية المؤقتة لنادي القوة الجوية اجتماعا موسعا بحضور جميع العضاء ناقشت فيه العديد من الامور اللي تصب في خدمة النادي واتخذت مجموعة من القرارات والتوصيات منها اعادة انشطة النادي للعاب الرياضية تشكيل اللجان المالية تشكيل لجنة خاصة بتعاقدات اللاعبين والمدربين مع تشكيل لجنة فنية تشكيل لجنة لتجديد عقود العاملين في النادي مع استحداث قاعدة بيانات خاصة بهم تشكيل لجنة باعادة المفصولين من الهيئة العامة والذين تم يبعادهم خلافا للقانون وستبدأ اللجنة باستقبال طلبات المبعدين من الهيئة العامة وعادة النظر بهم ابتداء من الاربعاء الموافق 28 تسعة الفين واثنين وعشرين طبعا الاجتماع عقد برئاسة رئيس الهيئة الادارية المؤقتة الفريق الركن عماد ياسين الزهيري ايضا ندعو بالموفقية للهيئة المؤقتة لنادي القوة الجوية ان تتخذ جملة من القرارات وتحصل على الرخصة الاسيوية لانه الأخبار اللي عندنا لا تبشر بالخير القوة الجوية لم يحصل على الرخصة الاسيوية وذلك لوجود بعض المشاكل المالية والمتعلقات الادارية لذلك غياب القوة الجوية وغياب الطلبة وغياب الميناء اكيد الدولة رح يكون مؤثر الميناء بداع الهبوط الى دولة درجة الاولى والطلبة بسبب الرخصة الاسيوية كذلك فريق القوة الجوية وفريق الديوانية بالإضافة إلى فريق سامراء اللي هو هبط أساسا إلى مصاف دوري الدرجة الأولى سنكون معكم أولا بأول في رصد كل القرارات الهامة لإدارات أندية الدوري المبتاز نبقى في أجواء الرياضة العراقية سادتي الأحبة ونذهب بكم إلى العاصمة الأردنية عمان والإنجازات الرائعة اللي حققها اتحاد الفروسية تحت رعاية وإشراف الهيئة المؤقتة اللي يترهس الأخ عقيل مفتن انطلقت في العاصمة الأردنية عمان منافسات بطولة أعياد الدولية ذات النجمة الواحدة بالفروسية وبمشاركة عربية واسعة وتعتبر هذه البطولة مؤهلة لبطولة كأس العالم للناشئين اللي رح تجري في مدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة وحصل الفارس العراقي همام عليان على المركز الأول فئات عمرية كما وحصل الفارس العراقي عمر حسون على المركز الخامس فئة 135 سنتيمتر للمتقدمين وأكد الفارس البطل همام عليان جدارته بعد تصدره رسميا لسباقات اليوم الثاني من البطولة اللي رح تأهل المشاركة في بطولة العالم بالشارقة واللي هيئت جوائز نقدية كبيرة لجميع الأبطال طبعا هذه اللقطات الحصرية اللي وصلت لبرنامج الشوط الثالث هي لمنافسات بطولة أعياد الدولية اللي جرت على نادي الجواد العربي في قلب العاصمة الأردنية عمان وبمشاركة عراقية عربية واسعة استطاع من خلالها بطلين عمر حسون والبطل همام عليان من تقديم مستويات رائعة أهلتهم لغرض المشاركة في بطولة العالم الدولية اللي رح تنطلق في إمارة الشارقة أكيد هذه هي الإنجازات التي بدأت تحصل الآن بالتأكيد هي ثمرة تخطيط سليم للهيئة المؤقتة اللي ترأسها الأخ عقيل مفتن ومن معه ونحن بانتظار إن شاء الله الانتخابات القريبة اللي رح تجرى الانتخاب هيئة إدارية جديدة لاتحاد الفروسية العراقي لمدة أربع سنوات الحقيقة ما نراه اليوم هو شيء مفرح بالنسبة لرياضة الفروسية من إنجازات وأيضا قبل أيام حقق بطنة فالح الدليمي إنجازات رائعة في بطولة روم بيرز اللي جرت في العاصمة الهولندية أمستردام وبالتأكيد هذه هي الإنجازات تجير إلى الهيئة المؤقتة اللي فتحت الأبواب على مصرعيها أمام من يجد في نفسه الكفاءة والقدرة لغرض خدمة الفروسية العراقي اشتركوا في القناة الموفقية والنجاح لهيئة المؤقتة لاتحاد الفروسية وإلى فرسان وإلى أبطان وإن شاء الله سنكون معاكم في متابعة جميع الإنجازات اللي إن شاء الله تتحقق في بطولة العالم بإمارة الشارقة بمشاركة واسعة وهناك أبطال عراقيين حصلوا على بطاقة التأهل بكل جدارة واستحقاق أخيرا سادتي الأحبة الاتحاد العراقي للجودو يستعد لتنظيم بطولة أندية غرب آسيا بالجودو في مدينة شقلاوة بكردستان العراق إذ يستعد الاتحاد العراقي للجودو لتنظيم منافسات بطولة أندية غرب آسيا بالجودو والتي من المؤمل انطلاقها في مدينة شقلاوة على منتج عروز الرياضي في كردستان العراق وأكد سمير الموسوي رئيس الاتحاد غرب آسيا بالجودو في تصريح خاص به الشوط الثالث استعداد اتحاده لاحتفان منافسات البطولة الغرب أسيوية بعد نجاح العراق في تنظيم البطولة الدولية التي جرت في قلب بغداد الحبيبة وأعلنت الكثير من أنديد غرب أسيو استعداده للمشاركة في منافسات البطولة التي من المؤمل انطلاقها منتصف شهر تشرين الأول المقبل بالتأكيد اليوم محورنا حول هذا الموضوع لا سياما بعد نجاح الاتحاد العراقي للجودو بتنظيم البطولة الدولية في قلب بغداد الحبيبة وبعد البطولة أجر الاتحاد معسكرات تدريبية كهدية للأشقاء العرب وأيضا الأصدقاء وأيضا كانت هناك دورات تطويرية تحكيمية وتدريبية للحديث عن استعداد العراق لاحتضان هذه البطولة اللي يتوقع الاتحاد أن تكون مشاركة كبيرة جدا لأنديد غرب آسيا يسعدنا أن نرحب بضيفي الكريم السيد سمير الموسوي رئيس اتحاد غرب آسيا رئيس الاتحاد العراقي للجودو والمتواجد معنا من استوديوهاتنا وعلى الهوائي مباشرة سيد سمير مرحبا بك ضيفا كريما في الشوط الثالث عبر الشرقية والفحمد الله على سلامة وصولك الله يسلمك ويخليك أشكرك جدا السادة محمد وأشكر جميع مشاهدي قناتكم العزيزة علينا أهلا ومرحبا بك كابتن سمير اليوم رح نتحدث عن إن شاء الله استعداداتكم لاحتضان هذه التظاهرة ولكن نذهب إلى هذا التقرير اللي يعد زيد السراج واللي يتحدث عن استعداد اتحاد الجودو لهذه البطولة نتابع تستضيف مدينة شقلاوة في محافظة أربيل منافسات بطولة غرب آسيا للجودو خلال الفترة القليلة القادمة ونجح الاتحاد العراقي بإعادة الثقة إلى اللعبة من خلال علاقاته الدولية الوثيقة بعد استضافة بغداد لحدث دولي مهم تمثل باحتضان بطولة دولية شاركت بها أهم المنتخبات وإقامة دورات تدريبية وتحكيمية بإشراف دولي ومع وجود محاضرين عرب وأجانب ويتطلع اتحاد اللعبة إلى المزيد والذين تمنى من خلاله تطويرها على مستوى اللاعبين والملاكات الفنية والإدارية زيد السراج لبرنامج الشوط الثالث شكرا زيد على هذا التقرير أعود للترحاب بضيفي الكريم الكابتن سمير الموسوي رئيس اتحادي غرب آسيا والعراقي بالجودو استاذ سمير قبل أن أدخل في تفاصيل استعداداتكم لهذه البطولة يوم أمس انتهى اجتماعا مهم للجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية العراقية ومن خلاله تم اتخاذ العديد من القرارات وصفه الكثير بأنها قرارات جريئة ووصفوا أن هذا أقوى اجتماع يحصل للجمعية العمومية للجنة الأولمبية إذا كان لديك تعليق حول هذا الاجتماع ياريت أستمع من حضرتك بسم الله الرحمن الرحيم طبعا كان من يمكن أكثر اجتماع مثمر خلال الفترة الماضية الذي عقد هذا الاجتماع الاستثنائي قبل يومين يعني كانت بالجمعية العمومية متفقة بشكل كبير جدا على جميع القرارات التي صدرت وتقبر عني من اجتماع مثمر بشكل كبير جدا يعني أنا أعتقد أنه الاجتماعات ما قبل عقد الاجتماع الاستثنائي ما بين أعضاء الجمعية العمومية هو الذي أدى إلى أنه الجمعية العمومية يكون لها رأي في هذا الاجتماع وأيضا خرجت بنتائج جيدة جدا لتصحيح الوضع الرياضي وأيضا لانتخاب المجلس التحكيم الرياضي اللي انتظرناه لفترة طويلة جدا وبالتالي أنا أدعو إخواني في الجمعية العمومية إلى المسير بهذه الخطوات يعني مستقبلا أنه الآراء تكون متفقة فيما بينها للخروج بنتائج تخدم الرياضة العراقية إن شاء الله في المستقبل القريب نعم كانت لديكم ملاحظات على تشكيل اللجان لجنة الأخلاقيات ولجنة التحكيم ولجان كثيرة يعني هل كانت لديكم بعض الملاحظات لكن الشيء المفرح أنه كانت القرارات بالإجمع الحمد لله وشكر هو يعني إحنا كان ينقصنا يعني معرفة الكثير من المرشحين لهذه المناصب في هذا المركز لكن أعتقد خلال اجتماعاتنا اجتماعين أو ثلاث اجتماعات ما قبل عقدنا الاجتماع الاستثنائي الرسمي هو الذي أدى إلى أنه نستمع من الأخوان كان بعض الأخوة لديهم معرفة بالشخاص الذين كانوا موجودين وبالتالي خرجنا برؤية واحدة رؤية الجمعية العمومية لانتخاب وناس أعتقد سوف يخدمون العمل الرياضي عن طريق هذا المركز مركز التحكيم الرياضي في سبيل تقديم الأفضل والأفضل يعني كان لولا هذه الأمور التي حدثت قبل الاجتماع لكان هناك يعني عدم معرفة بالأشخاص وبالتالي يعتقد كان الأمر سيختلف في الاجتماع نعم تصويت على الأعضاء الحمد لله كل شيء انتهى على ما يرام دعنا نتحدث عن استعدادات اتحادكم حضرتك تشغل منصبين المنصب الأول هو رئيس اتحاد غرب آسيا والمنصب الثاني هو رئيس الاتحاد العراقي للجودو أنتم الآن أعلنتوا استعداداتكم لإحتضان بطولة أندية غرب آسيا بالجودو واخترتم مدينة شقلاوة السبب الأول لماذا البطولة اختزلت للأندية ولماذا اختيار شقلاوة الشق الأول من السؤال اختيارنا للأندية لأنه الأندية ستكون هناك مشاركة واسعة الأندية دائما بطولاتنا على مستوى غرب آسيا تكون على مستوى الأندية لأنه مثل ما تعرف المنتخبات دائما مجغولة بالبطولات العربية والبطولات الدولية فبالتالي نعطي مجال لمشاركة أوسع لحدث أكبر مكان ما يختزل كل دولة دول غرب آسيا عشر دول مكان ما تختزل كل دولة بفريق واحد بالإمكان احتمال مشاركة أربعة أو خمس أندية من كل دولة وبالتالي يعتقد سيكون العدد المشارك في هذه البطولة عدد كبير جدا إضافة إلى أنه ستكون فرصة للاحتكاك لجميع اللاعبين العراقيين لأنه البطولة تقام في العراق وبالتالي ستكون هناك مشاركة واسعة من الأندية العراقية وبالتالي يستفادون من الخبرة أما اختيار مدينة شقلاوة فكان من قبل فترة كان من المفترض أن تقام البطولة في مدينة عمان في الأردن لكن ارتعينا أن تكون هذه البطولة بعد اطلاعنا على التحضيرات الجيدة الموجودة في مدينة شقلاوة في كردستان العراق وأيضا هناك رغبة من جميع الأخوة الأشقاء بأن تكون البطولة في العراق في أقليم كردستان وبالتالي ستكون المشاركة واسعة وأيضا لننقل الوضع العراقي الحقيقي والعراق وما يقدمه بعد أن قدمنا في البطولة السابقة في البطولة الدولية التي أقيمت في بغداد والتي نقلنا بها رأي جيد جدا حتى الاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي أنه العراق آمن الوضع العراقي جيد جدا وبالتالي أعتقد أنها فرصة لنقل الخبرة أكثر وأكثر وأكثر أنه العراق بإمكانه أن يحتضن مثل هذه البطولات نعم أستاذ سمير طبعا نجاحكم الكبير في البطولة الدولية التي نظمت في بغداد ربما كانت عامل مساعد ليعطاكم ثقة جديدة لإشرافكم على بطولة بحجم أكبر لا سيما إذا قارن الحجم الكبير بأعداد أنديد غرب آسيا بالبطولة الدولية أعتقد التحذيرات هنا ستختلف كثيرا لأنه أنتم الآن أمام أعداد كبيرة أندية كبيرة بطولة خارج بغداد في شقلاوة رغم أن إن شاء الله ماكو فرق بالتأكيد إحنا بلد واحد وإن شاء الله شعب واحد وأعتقد ما لمسنا أنه شقلاوة فرحة جدا بعدما نجحت بتنظيم بطولة العرب بالأثقال ونجحت في بطولة العراق بالملاكمة بطولات كثيرة نجحت شقلاو في تنظيمها الآن الأمور اختلفت نوعا ما يعني أنتم على استعداد للظهور بالمستوى الذي ظهرتم به في بطولة بغداد الدولية والله إن شاء الله سيكون الأفضل يعني بتعاضد الخيرين الأخوة الأعزاء الاتحاد الأخ الدكتور عدي اللي كان يعني عنصر مهم في قامة بطولة بغداد وأيضا ما عامله خلال هذه البطولة وأيضا إن شاء الله يعني لما لمسناه من الترحاب اللي موجود في مدينة شقلاوة ومن الأخ مدير المنتجاع وأيضا من حضرتك يعني اللي سهلتنا كثير من الأمور أعتقد بتكاتفنا جميعا سوف نخرج ببطولة تبيض وجه العراق والإقليم إن شاء الله وستكون بادرة لبطولة أكبر هي بطولة آسيا إن شاء الله في المرحلة القادمة وإن شاء الله بطولات أكثر إحنا أيضا بالبطولة ستكون لدينا يعني دعوات لشخصيات كبيرة مثل رئيس الاتحاد الآسيوي نعم وأيضا رؤساء الاتحادات في غرب آسيا وأيضا من الممكن أن ندعو حتى رئيس الاتحاد الدولي اللي هو متشوق منذ مدة طويلة بزيارة الإقليم والإطلاع على الوضع الرياضي ووضع الرياضة الجودو في الإقليم وإن شاء الله ستكون تظاهرة كبيرة جدا ننقل بها الوضع الحقيقي للعرام نعم هو شيء جميل كابتن سمير أنه نحن نروج عن مدنة نروج عن محافظاتنا الجميلة يعني مثل ما بعض الدول تنظم بطولات خارج العواصم وآخرها بطولة كيس العرب اللي جرت في وهران بالنسبة للناشئين في جزائر الشقيقة وهران مدينة بعيدة كل البعد عن العاصمة الجزائر لكن هم من حقهم أن يروجون وبالتالي نحن نمتلك استاذ سمير يعني نمتلك ترى مزايا كثيرة في وطننا الحبيب من الشمال إلى الجنوب ويمكن ولو بعيدة عن الجودو الآن البصرة تواق الاحتضان خليجي 25 ما معناها أنه كل محافظاتنا مهيئة استاذ سمير وهذا الشيء يعني حضرتك واتحادات أخرى تسعون لتدعيم هذه المدن في وطننا الحبيب من خلال تنظيم هذه البطولات طبعا يعني الآن من تقام بطولات بمستوى عربي وآسيوي في مدن العراق تقام بطولة الخليج إن شاء الله في البصرة تقام عدة بطولات يعني أحنا حتى لما اخترنا مدينة بغداد رغم التحذيرات الكبيرة يعني أنت من تجيب فريق من بلجيكة يحضر للعراق وكان هذا الفريق حتى توجهت له تحذيرات حتى من السفارة البلجيكية في بغداد سبقتني دار دوسيلة كانت سبقتني بالموضوع رغم هذا يعني أصر الاتحاد البلجيكي على المشاركة وآتى الفريق البلجيكي وشارك في العراق وكانت فرصة جيدة لنقل يعني أنت تصور أنهم حاضرين بالبطولة ويتصلون بأهلهم يتصلون بعوائلهم ويأكدونهم أنه ترى الإعلام الذي جاء ينقل الوضع بشكل غير صحيح شافوا وشاهدوا وشاهدوا العكس يعني كانت يعتقدون أنه بغداد لا يمكن السكن بيها البغداد لا يمكن أن تكون مركز لإقامة البطولات أعتقد هذه فرصة أنه كاتحادات فرصة للرياضة العراقية أن تظهر بشكل جيد جدا ولا ننسى زيارة رئيس اللجنة أولمبية الإسبانية قبل فترة نعم وأيضا رئيس اللجنة أولمبية الإيرانية والعديد من الشخصيات الرياضية اللي زارت بغداد وهذه فرصة جيدة لنقل الوضع للعراق الحقيقي وبالتالي يعني استقطاب عدد كبير من المشاركين في بطولات تقام في المحافظات العراقية خلينا ننفرد برنامج الشوط الثالث طالما حضرتك ضيفنا ونتحدث عن بطولة عنديد غرب آسيا هذه البطولة للمتقدمين لكل الجنسين من حق الدولة أن نتشارك بأكثر من نادي ندخل بهذه التفاصيل أستاذ سمير البطولة هي فئتين الشباب والناشئين حقيقة نعم الفئتين الشباب والناشئين ولكل الجنسين تشارك الأندية بأي عدد يعني كل دولة تشارك بالعدد الذي موجود عندها وبالتالي هي القضية مفتوحة بشكل كبير جدا تدري إحنا ليش اختارنا فئات الناشئين والشباب لأنه الفرق المتقدمين بالوقت الحالي جميع فرق الدول تسعى للمشاركة في سبيل كسب النقاط للتحضير الأولمبي أو لحظ النقاط الأولمبي فبالتالي والاتحاد الدولي للجودو عنده بطولات يعني تقريبا بكل شهر يعني بطولة أو بطولتين اللي ما يسمى للتنقيق الأولمبي فبالتالي يعني إقامتنا لهذه البطولة هي فرصة أيضا للاشئين وشبابنا للمشاركة في هذه البطولة والاستعداد الجيد للبطولات القادمة إن شاء الله اللي شارك بها العراق بعد أن حققنا نتائج جيدة في هذه الفئتين وفئة المتقدمين في البطولات العربية اللي شاركنا من المؤمل الدول اللي رح تشارك اللي تابع الزون غرب آسيا هل نطلع عليها كابتن سيمير طبعا هي دول الخريج بصورة عامة يعني الكويت السعودية البحرين وأيضا قطر والإمارات وأيضا دول الشام اللي هي سوريا والأردن واليمن وفلسطين إضافة للعراق يعني هي الدول اللي تحت مظلة اتحاد غرب آسيا اللي تشارك دائما في البطولات ودائما لما تكون البطولة على مستوى الأندية نشاهد أن مشاركة تكون واسعة جدا لأنها فرصة لمشاركة لاعبيهم في بطولات والحصول على نتائج متبيزة نعم يعني الاتحاد أعلن على أنه تنظيب البطولة وانطلاقها سيكون عشرين اثناث عشرين تشين الأول من العام الحالي بإذن الله تعالى رب سائل يسأل كابتن ساميري يقولك في هذه الفترة بالذات درجات الحرارة منخفضة جدا في كردستان وفي شقلاوة هذا الموضوع يعني خليتوا أمام أنظاركم نعم فرصة هي فرصة خاصة لدول الخليج دول الخليج يعني دورون برودة دورون برودة والمدينة التي طلعنا عليها وكانت جميلة جدا أعتقد سوف تكون يعني محطة أنظار للجميع وإن شاء الله ستكون بادرة لإقامة كثير من البطولات بإذن الله تعالى إن شاء الله كابتن سامير ماذا ستتخلل منافسات البطولة هل سيتكرر سيناريو بطولة بغداد الدولية معسكر تدريبي لأحد الأندية محاضرات تدريبية تحكيمية تطويرية أكيد في أجندة اتحاد غرب أسي اللي حضرتك تترأس يمكن الكثير من الأمور والله إن شاء الله هي هذه بطولة بعدها سوف نقيم يعني دورات إحنا الأهم أنه تطلع هذه الدول على الوضع الحقيقي وبالتالي أيضا بعد هذا ستكون لدينا دورات تدريبية دورات تحكيمية كنا نمنى نفس أن تكون هناك حتى اختبارات لمنح الشارات الدولية لكن إن شاء الله على السنة القادمة عندما نقيم مثل هذه البطولة سوف يكون هناك حضور الاتحاد الآسيوي والاتحاد الدولي وإقامة مثل هذه الدورات أيضا للفائدة العامة للجودو العراقية وإذن للجودو في غرب أسيا نعم بالمناسبة اتحاد الأثقال العراقي نظم بطولة العرب في نفس تاريخ اللي اتحادكم اختاره والأجواء كانت جميلة ورائعة لذلك أنا ردت بس أربط ما بين الوقتين لأنه أيضا بطولة العرب انطلقت العام الماضي في شهر 12 والأجواء كانت في قمة الروعة كابتن سمير الكل يعلم أنه الرياضة العراقية تعاني الضائقة المالية وخصوصا اتحاداتكم الآن بعد أن يعني الأمور الكثيرة وسحب البساط من اللجنة الأولمبية ورمي مبالغ الاتحادات ونفقاتها في ملعب الوزارة الآن هذه البطولة تحتاج الكثير من الأموال هل تلقيتم وعود من المعنيين بشأن الوقوف معكم وتوفير الأموال اللازمة لإنجاح هذه البطولة أم ماذا ستفعلون المشكلة أستاذ محمد كاتحاد غرب آسيا كان لدينا دعم مباشر من وزارة المالية عن طريق اللجنة الأولمبية نعم لكن لما كنت أشغل منصب الأمين المالي باللجنة الأولمبية كان موجود عندنا كتاب رسمي بدعم خاص لاتحاد غرب آسيا وكل الاتحادات التي تحتضنها العراقيين وهذا المفروض يكون موجود بالوقت الحالي لأنه مثل ما تعرف نطالب حتى من قناتكم الموقرة إلى جميع المسؤولين والمعنيين الحصول على المناصب يعني أنا الآن رئيس الاتحاد غرب آسيا ونعب رئيس الاتحاد الآسيوي نعم إذا ماكو دعم أنا مواني الوحيد كثير من الأخوار و أسائل الاتحادات الآن يعني مقر ما عندك في بغداد نعم يمتلكون يمتلكون مناصب لكن هذه المناصب أعتقد سوف تزال من العراقيين إذا لم يكن هناك دعم نعم يعني الآن نقولها إليك من الآن بدأت بعض الدول يعني ميسرة الحال بدعم شخصيات للاستحوال منافسة إليك منافسة للعراق نعم الآن مو بس سمير المسوي كثير يعني إحنا إحنا مرات نضطر إحنا نتخلى عن مناصبنا لأنه إذا ماكو دعم من الجهات الرسمية دولتك مدعمك إذا ماكو تنطيك فلوس حتى تدعم لأنه هاي الرياضة إن تريد تحصل على مناصب لازم يكون عندك أنا بالبطولة سابقة اللي كانت في عمان في العام الماضي يعني أنا دعمتها من مالي الخاص مبلغ أكثر من خمسة آلاف إلى سبعة آلاف دولار قدمتها إضافة إلى ما استحصلناه بالبطولة نعم في سبيل أنه تمشي البطولة بشكل صحيح وجيد لكن أعتقد أنه بالمرحلة الحالية من الصعوبة الحصول على يعني دعم من الجهات الرسمية لكن إحنا نتمنى من الأخوان أن يدعمونا يعني في في إقامة هذه البطولة وأيضا يدعمون جميع العراقيين من أصحاب المناصب لأنه مو من السهولة تحصل على المنصب لكن إذا ماكو دعم من السهولة أنه تفقد هذا المنصب فأتمنى يعني أتمنى من شاشتكم على المسؤولين العراقيين على وزارة الشباب والرياضة على الحكومة العراقية أولا وزارة الشباب والرياضة وأيضا اللجنة الأولمبية بدعم شخصيات العراقية لتبوء المناصب العراق مثل ما تعرف أستاذ محمد كانت بي أكثر من 11 اتحاد عربي في داخل العراق فأي ترى العراق العراق أول من ترأس الكثير من الاتحادات وأول من شيد معهد إعداد القادة العرب كان القادة العرب الرياضيين يدخلون المعاهد اللي موجودة في مقر ملعب الشعب عند الطب الرياضي نعم فكانت الدولة تدعم حقيقة يعني فعالي من منبركم هذا نعم أقول للمسؤولين العراقيين مهدد جميع الرياضيين العراقيين جميع المسؤولين العراقيين بفقدان مناصبهم نتيجة غياب الدعم الغياب الدعم الحكومي لأنه حقيقة أنا أتألم أنه كان هناك دعم حكومي لكن بعض الأشخاص عملوا في سبيل أنه ينقطع هذا الدعم يعني أشخاص رياضيين أوقفوا هذا الدعم وبالتالي الآن نحن نعاني لنحافظ على مواقعنا التي حصلناها كابتن سمير للأسف الشديد لا ينظرون إلى أنه سمير الموسوي من العراق يعني عندما يتحدثون بالاجتماعات الدولية يقولون العراق رئيس الاتحاد غرباسية المناصب لا تسمى بأشخاصها ببلدانها فإحنا الآن ما شاء الله عندنا سمير الموسوي وعندنا بعدين هو كم رئيس الاتحاد غرباسية عندنا ترى قليلين جدا يعني أستاذ محمد بس أردنا نقول لك هذه يعني في زمن الوزير المالية عندما كان سيد استغفر الله وزير العفو نسيت في عام 2012 2009 أو 2010 رافع العساوي لا لا اللي قبل يعني من المجلس الأعلى كان داعم للاتحادات اتحاد المصارعة وانت تتذكر كان مدعوم الله يرحمه زعيم كان داعم خاص يجي يعني بكتاب رسمي للجنة الأولمبية ها كان الوزير باقر صولاغ نعم وأيضا دعم لاتحاد غرباسية للجودو ودعم لكل الاتحادات اللي يرعزها عراقيين يعني قدمنا كتب رسمية وإجانا إشعار منه خاص بموافقة الوزير بدعم رؤساء الاتحادات العراقيين اللي يمتلكون مناصب لكن الآن نحن نعاني بعدم وجود أي دعم لاتحاداتنا وبالتالي مع الأسف يعني نحن الآن معرضين لفقدان هذه المناصب إذا لم يكن هناك الخاسر الأكبر العراق نعم الخاسر الأكبر العراق بالتأكيد كافتل سمير دعني أتحدث في قضية مهمة ربما نحن في الدقائق الأخيرة من هذا اللقاء وأنا أتمنى لحضرتك ولياتحادك الموفقية والنجاح وسنكون معك إن شاء الله عبر برنامج الشوطة الثالث والشرقية لتغطية فعاليات هذه البطولة إن شاء الله موجديد عليكم سيد محمد هذا أقل واجب كافتل سمير لا موجديد عليكم هذا دعم أنه للرياضة العراقية بصورة عامية الله يحفظك كافتل سمير الآن أمام أنتم كاتحاد اتحاد الألعاب الفردية والفنون القتالية ربما الآن الكثيرين يرمون الكرة في ملعبكم لغرض الحصول على ميتاليا أو وسام أولمبي لأن كل دول العالم الآن تفكر بالألعاب الفردية والفنون القتالية لغرض عصولهم على وسام إحنا نمتلك القاعدة متى سيتحقق هذا الحلوم باختصار أستاذ سمير والله هي فكرة إحنا إذا ندعم مواهب موجودة والآن أكو خطوة يعني خطوة في وزارة الشواب الرياضة هي افتتاح المركز الأولمبي في مدينة بسماية أعتقد أنه هذه بداية عمل إذا كانت خطوة تدار بشكل صحيح أعتقد ستكون بداية لعمل مستقبلي للحصول على ميداليا أولمبية نحن مستعدين نحن كاتحاد الجودو منذ أن يعني بعد انتهاء المشاكل التي الجميع يعرفها وبتكاتفنا أنا مع الأخ الدكتور عدي مع الأخوة في الهيئة التنفيذية للانتحاد عملنا بشكل كبير جدا لإعداد لاعب أو بطل أولمبي في المرحلة القادمة فلهذا قمنا عدة محسكرات محسكرات إعدادية لللاعبين البطولات التي قمناها وبالتالي أعتقد يجب أن يكون هناك دعم حكومي لمسألة الإعداد لبطل أولمبي مستقبلي للحصول على الميدالية الأولمبية عندك بعض الأبطال تعول عليهم كابتن سيمير نبدأ نعدهم من الآن والله الأبطال موجودين لكن احنا مشكلتنا وين الدعم المالي دعم مالي ضعيف جدا يعني ليس مقدورنا بهذا الوضع المالي الموجود أنه نأهل بطل أولمبي لأن إحنا الآن الإعداد للوصول إلى الأولمبيات يعني أو تأهيل لاعب إلى الأولمبيات يحتاج إلى مبالغ لأنه الاتحاد الدولي مثل ما ذكرت لك يقيم بطولات يعني بالسنة تقريبا 15 أو 16 بطولة على مستوى جراند بريا أو جراند اسلام تأهيل لللاعبين فإذا ما يشارك اللاعب في أكثر هذه البطولات ما راح يعخذ النقاط اللي تأهله للوصول إلى الأولمبيات وهي الخطوة الأولى والخطوة الثانية وإحنا عدنا يعني عدنا سوابق في حوالي ثلاث دورات أولمبية العراق كان متواجد في دورة 2004 في أثنة وأيضا في دورة الألعاب الأولمبية في عام 2008 لكن ما تحقق ريودي جانيرو كانت مشاركتنا بالبطل حسين علي حسين اللي تأهل بشكل رسمي إلى الأولمبيات وهي الخطوة الأولى تأهل رسمي إن شاء الله الخطوة التالية تكون بالحصول على نتائج مميزة نعم كابتن سمير يعني يسعدني أن أستمع كلمة من حضرتك إلى من تود أن توجه إليه الكلمة قبل احتضانكم واستعداداتكم لبطولة غرب آسيا وأنديد غرب آسيا لأنها الحقيقة تحتاج الكثير الكثير فباختصار الكلمة التي تحب توجهها عبر منبرنا وإحنا سعداء بحضورك الكريم والله بالبداية أنا كل التقدير والاحترام لحضرتك لأن أنت كنت داعم أنه واتحركت بشكل كبير جدا لإقامة هذه البطولة في مدينة الشقلاوة وإيضا للأخ الحاج جمال الجاف وليد وليد الجاف اللي أعتقد كان رائع جدا في استقبالنا وفي إطلاعنا على المكان الذي سوف تقوم به هذه البطولة وإيضا شكرنا وتقديرنا لحكومة إقليم كردستان ولكل الأخوة الموجودين اللي أعتقد سوف يقومون بجهد كبير جدا لإحتضان هذه البطولة الشكر وشكر لك أيضا أستاذ سمير بالعكس نحن نشكركم لأنه جايد قدمونا الكثير وإيضا نشكر والتقدير لمسؤولين الرياضة العراقية ومعالي وزير الشباب الرياضة والأخرى عد حمودي رئيس الجانبية اللي نتمنى من يومهم أن يدعمونا في هذه البطولة ويكونون متواجدين إن شاء الله إن شاء الله أستاذ سمير الموسوي رئيس الاتحاد العراقي وغرب آسيا بالجودو شكرا لانضمامك معنا مع أنه انضم صوتنا إلى صوتك بضرورة دعم هذا الاتحاد ودعم المراكز المهمة الرياضية للشخصيات العراقية اللي يتبوأها على المستوى الآسيوي والعربي والدولي لذلك نحتاج دعم هذه الشخصيات لأنها تمثل العراق سادة الأحبة وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة كنا نتمنى أن نبقى فترة أطول لكن هذا ما يسمح به وقت البرنامج أن أقول لكم تحيات جميع من كان معي في ستوديو البث في الكنترول ومن مخرج البرنامج المبدع علي باقر ومني أنا محدثكم محمد إبراهيم الناصر على أمل اللقاء بكم بإذنه تعالى يوم غد حلقة جديدة من حلقات الشوط الثالث طبتم في أمان الله على يوم غد أقول لكم بما الله